السلام عليكم وبركاته اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هعمل معكم النهاردة الكشري الحلال واحدة هيجبكم جدا واصرار رهيبة هنعملوا اصرار بصل المقرمش جدا اللي لو قعدت كميوم يتنم قرمش زي ما هو زي المطاعم بالزبط وحنعملوا مع بعض السر الصلصة طحفة هتطلع معاك مظبوطة مية في المية وسر الدقة بالطوم ان شاء الله هنعملوا مع بعض النهاردة الصرار جميلة وطريقة سهلة وبسيطة جدا هايزين تشوفوا عملنا كل ده ازاي يلا بينا نسمو باسم الله ونشوفوا الفيديو بتاعنا ونشوفوا مقدارنا يلا بينا مع بعض اول حاجة معي بصل البصل هنا السر وبقى عشان يطلع معاك مقرمش زي المطاعم ان انا ببشره بمبشرة الشيبسي المبشرة بتحت البطاطس ترنشات شيبسي وايئة كده من البصل ما بياخدش معاك وقت وتقدر تعمل كمية البصل ده ثواني ويبشريها ويطلع الكمية هاية الطريقة دي زي المطاعم بالزبط ومعايا مع لقتين كبار من النشا نشا الدرة ده سر ارمشت البصل يا جماعة فعلا 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 يعني حيطيك النتيجة هاية وهتمبهر بيها ويطلع البصل معاك مقرمش ولو سبتي ومين ثلاثة عيتان مقرمش زي ما هو معايا حلع النار فيها كوباية من الزيت وحبطيدي احمر واقلي مع بعض البصل البصل هنزل بيها على مرتين يعني مش هنزل بالتنمية مرة واحدة هنزل بالتنمية الاول لازم يكون صخت بالشكل ده كده وابتدي انزل بالبصل بتاني حسيبه ياخد النون وقلبه 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 لغاية ياخد النون اللي انا عايزة بالشكل كده مع بعض دلوقتي البصل خد اللون بتاعي وحطر له على منادي للمطبخ وحفردهم بعيد عن بعض عشان ليه ما يطروش ويقرمشوا وحايت اني مقرمش معاك سدقيني هتعملي احلى بصل وزي المطاعم وناعم ورؤية ومقرمش جدا لازم زي ما احنا شايفين كده مفردوه بالطريقة دي حسيبه كده واعمل الكمية التانية اللي انا محضرها معاكم ودي اخر كمية اول ما تطلع نرجع نكمل مع بعض وصفتنا خلصت البصل بتاعي ومعي الزيت بتاع البصل هاخد منه كوبشتين في طاس على جنب وحقول لكم هنعملوا بيهم ايه كمان شوية تمام كوبشتين بالشكل ده ويلا بينا نكمل طريقة الكشري بتاعنا هنزل بشعرية على كمية الزيت كمية الشعرية اللي تنسبك اللي انت بتفضليه على حسب كمية الافراد اللي انت هتعمل لهم الكشري تمام ممكن تقليل الزيت اقتقل من كده شوية ممكن زي ما انت تفضلي بس يزيت هيخلي الكش هيطلع معكم فلفل وجميل لون الشعرية بقى لونها حلو كده هتدي انزل دلوقتي بنص كوبية من الرز ممكن تضيفي رز ممكن تضيفي اكتر من نص كوبية ممكن اقل ممكن ما تضيفيش رز نوع اللي انت بتفضليه كتريه منه هنزل دلوقتي كمان بالحسب جبه نقعه ساعتين غسله ومنقوع ساعتين وهنزل بيه بتحب العدس بجبه كتريه اللي الكمية مفيش كمية محدودة للطريقة بتاعدنا كتريه اللي ده حسب النوع اللي انت بتفضليه هنزل دلوقتي هقلبه تقليبة بس كده تشويها مع بعض وهبتدي دلوقتي اجيب المكارونة بتحتي التقليبة دي مهمة بتخليه فلفل وجميل وما يعجنش منك هنزل بالمكارونة العقل اي نوع مكارونة واي كمية برضو اللي انت بتفضليه واخدها تشويحة بسيطة خالص مش هتغير اي لون المهم انه بس ايه تتقلق كويس جده عشان تفلفل معي ومعي كمان المكارونة اللي اتبكتي بكسرها قطع تمام وحنزل بيها كده فوق المكارونات والعس والرز بالشكل ده واخدها تقليبة صغيرة خالص وحنزل دلوقتي بمية مغلية المية يكنك بتعمل رز يعني صنطي واحد فوق الرز المكارونات صنطي واحد ما تقطريش عشان المكارونات متعجنش منك بالشكل اللي احنا شايفينه كده بالزبط مش هتاخد وقت خالص واول ما هتشرب بالمية بتاعتها هنهدي هننزل بالملح ورشة من الكمون خفيفة رشة من الفلفل الاصمر خفيفة واقلب كله ببعضه واسيبه يغلق كويس او اول ما يشرب المية بتاعته نرجع نشوفه مش هياخد وقت معنا خالص وطريقة بمنتهى السهولة بص يا حبيبي شرب المية لسه اشربها حانا بهدي النار وحط شياطة وهدي النار خالي واسيبه يستيو كويس قوي ويلا بينا بقى نعمله آآ الصلصة الطماطم اللي هقولكو عليها اصرار رهيبة تعالوا معي صلصة الطماطم معي كله من الطماطم مضروف الخلط ومتصفي تمام ولازم يبقى مصفي هنزل دلوقت بيه على كمية الطماطم ممكن تضع فيها طبعا الصلصة بتحب بها كتير قطري هنزل في حلة فضية خالص ما فيهاش اي مواد دهنية وحنزل بعصير الطماطم المضروف ومتصفي وحنزل كمان بمعلقتين لتلاتة كبار من الصلصة الحمراء الصلصة الحمراء عشان تخلي الصلصة الطماطم تقيلة ولونها حلو وتبقى جميلة معايا وقوامها جامل مش عايزة مش مشكلة ما تقدر تستغن على الاضافة يا حسيب الطماطم تسبك كويس جدا وتستوي كويس جدا هتاخد حوالي تلاتين ديها ونرجع على طول بصوا حبيبي استوت كويس جدا وتسبكت تعالوا بقى نعملولها تشة سر رهيب هنا الكبشتين من الزيت اللي خدناهم من البصل وحنزل عليهم بمعلقة من الطم المفروم عرفنا دلوقتي كبشتين الزيت اللي خدناه من البصل هم ايه هحمر الطومة بتاعتي معلقة الطوم مفرومة بالشكل ده وهقلبها لغاية ما تاخد لون جميل معايا وهنزل عليها دلوقتي بمعلقة من الكزبرة النشفة ونص معلقة من الفلفل الاصمر وهقلبهم مع بعد كده غاية مراحتهم تطلع كمان والطومة تديني اللون الجميل ده بيحلو كده ويلا على الصلصة على طول ونتشوا فيها التشة الجميلة او دي عصد صحية ويعنار وانزل وتشي التشة بتاعتي الريحة رهيبة كنك في محل كشري والله ريحتها رهيبة السر التاني بتاعنا ان احنا هننزل بكوباية ميا مغلية دلوقتي كمان فوقها بعد ما اتسبكت بنزل بكوباية ميا مغلية وهنزل بمعلقة خل خل ابيض عادي خالص بصوا ريحة تحفهية دي الصلصة بتاعت المحلات بجده هتعجبكم اوي هسيبها دقيقة وحدة عالنار تاخد غلوه ويه يحضيف الملح كمان متنسوش الملح ويه تعالوا معي بقى نشوفو هنكمل ازاي انا دلوقت هضيف الملح اهود المالح اللي انتي بتفضليه طبعا مالح بتاعك ويه سيبها دقيقة وحدة عالنار وطفي عليها وكده تثبيكة عندي قوامها ورحتها الميثالي دلوقتي هنعمل تقية الخل والطوم معي كوباية من الميا عنا النار تسعى النار حط كوباية مية وهحط حوالي معلقتين من الثوم المفروم معلقة كبيرة خالط دي مقام معلقتين يعني تمام من الثوم المفروم وهحطها على النار وهبطيدي أضيف الإضافات بتاعتي هضيف دلوقتي فلفل أصمر وكزبرة نشفة وشطة كزبرة نشفة ورشة من الكمون كمان وكوباية خل قدام كوباية المية كوباية خل بالشكل ده وهسيبها على النار دقيقتين تاخد غلوة كده وترحت التوم وكل حاجة تشعب كده وفضيها واسيبها تهدى وأول ما تهدى نروح وبقى نقدم الكشري بتاعنا ونشوفه هيكون عاملة ازاي هنصبها تغلي بس من دقيقتين لثلاث دقايق بس ونرجع علاته وما تنسوش تضيفه الملح وهسيبها تهدى خالص وفضيها في البولة ويلا بينا نقدم أحلى طبق كشري مصري سريع وسريع في المجهود وسريع في الوقت وكل حاجة يلا بينا نقدمه مع بعضه ونشوفه شكله عايقون عامل ازاي بصوا ده الكشري بعد ما استوى مفلفل ورحته تحفة ما فيش حاجة مع الجنة كل حاجة وحاجيها ومعايا هنا البصل بتاعي مقرمش رغم ان احنا بدنا به أول حاجة حمرناه ولو سبتيل تاني يوم نغرف الريحة رهيبة الريحة بجد جميلة جدا ومن أهم الأسرار بتاعته هو البصل ان هو زي تنم قرمش معاك وأكبر سر ليه هي صلصة الطماطم بتاعته اللي بتشد كل الناس الصلصة شايفين شكلها وقوامها ولونها بجد جربوا طريقة الصلصة حتنبهروا بيها كأنك في محل كشري بالضبط ودقية الخلي وتم ما تنسوهاش ولو النهاردة الفيديو عجابكم ما تنسونيش بلايك وشيرو واتفعلوا الجرس أشوفكم على خير حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر